دلوقتي هنتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهي شاركة دكتور مصفى مدبولي رئيس الوزراء في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية العام 2024 اللي بتعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بيأتي هذا المؤتمر في ضوء حرص الدولة المصرية على دعم ومسندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها التنموية ودعم العمل العربي المشترك وتعزيز جهود التنمية في مختلف الدول العربية النهاردة يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام اجتماع بمقار الاتحاد بالجزيرة من أجل مناشة عدد من الملفات العجلة منها ترتيبات معسكر المنتخب الوطني الأول المقرر انطلاق يوم الثلاثة المقبل 28 مايو الجاري وكافة التحضيرات الخاصة بمباراة بوركينا فاسو اللي هتقام باستاذ القاهرة يوم 6 يونيو المقبل في الجولة التالتة من التصفيات المؤهلة لنهائية العالم 2026 النهاردة هتصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على أستاذ القاهرة الدولي وهيكون في استقبال بعثة فريق الترجي التونسي فور وصولها للقاهرة وفد رسمي من الأهلي النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراة قوية في إطار نهائي بطولة الدوري الأوروبي تجمع بين أتالنطا الإيطالي وبارن ليفر كوزن الألماني في تمام العشرة ليلا